السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله إلى أخوان وبياكم اليوم إن شاء الله بإذن الله نحن نستخدم لسلسلة دروس زيان سيرفر أدمينستريتر نبدأ على بركة الله نحن في هذا الفيديو هو عبارة عن تكملة أو امتداد للفيديو الأولي اللي كان بيتحدد حول الستوريج أوبريشن نحن بالفيديو الأولي أخذنا الكونسبت وتكلمنا كتير في القانب النظري وقلنا بنستعمل الأوبن فايلر كسيرفر خاص بالسان وبالآيس كازين نحن اليوم محتاجين إنه نكمل إعدادات وتطبيط الأوبن فايلر ونعمل connect أو ربط مباشر مع الزيان سيرفر عشان نقدر نستفيد من ده الشيء نبدأ على بركة الله فأنا عندي زي ما تشوف عندك أوبن فايلر هنا وهنا كمان عندي ده الإي بي الأدرس حق الأوبن فايلر الأول بينتهي بـ 8 وعندي أوبن فايلر هنا كمان آي بي أدرس بينتهي بـ 9 وعندي اثنين زيان سيرفر ده الأول وده الثاني تمام؟ فنحن عشان منكننا على الأوبن فايلر محتاجين إلى ويب انترفيس أو متصفح إنترنت فنكتب الآي بي الأدرسة التالية 192.168.1.8 نكبس انتر نحن إذن الآن لما نعملنا .8 نحن بنتعامل مع ده لما بنعمل 9 بنتعامل مع ده عشان ينتهي بـ 9 نخليه مترتب متسلسليا نحن الأول بنخليه عبارة عن sun storage والثاني بنخليه عبارة عن iSCSI نرفع البراوزر نعمل تسجيل دخول طيب نحن تكلمنا عن الواقهة والإنترفيس وبعض الـ الـ الخاصة بالـ هنا في الـ open filer فنحن مسميين الـ host ده SAN يعني SAN storage تمام؟ فنروح للـ نحن محتاجين في الأول ننشئ 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 دي عندك الإنترفيس زي ما تشوف فنعمل create أو change تمام؟ وبعدين بنروح إلى هنا أن كلمة add volume نعمل add volume نيقي هنا هنا بيقول لي حط اسم عشان الـ volume نحن في الزيان سيرفر بنلعب اليوم على التاب ده على تاب الـ storage ونحن هنا عشان نعمل storage repository نحن محتاجين نعمل nfs ومحتاجين نعمل iSCSI تمام؟ فنحن بنعمل nfs عشان قانب تنظيمي اللي هو عبارة عن nfs vdi virtual disk image وخلحن نعمل بينهم علامة underscore وخلي بالك فهو بيقول لك a capital إلى z ونلقى إذا ما و إذا أوكي ما بيستعملش الكاركتر إذا ما يحتاجش underscore فهنا بيقول لي volume description فنحط ممكن مثلا تكتب على سميل المثال nfs virtual machine اللي بتكون virtual machine وخاصة بالزيان زيان مثلا server 1 يعني الـ nfs دي بتخزن الـ virtual machine اللي متواجدة في الزيان server 1 هنا بيقول حدد أو اقتطع المساحة اللي انت بدي اقتطعي فأنا بحشر المساحة في الكامل هنا بالنسبة للفايل سيستم فأفضل فايل سيستم هو عبارة عن xfs إذا بتلاحظ عندك ext3 وعندك ptrfs و ext4 فنحن لو كان إيس كازي بنستعمل ده بس في حالتنا sharing بنختار xfs نقله create نحن الآن انشأنا فيليوم زي ما تشوف انت عندك الآن واضحي جدا الفاليوم طيب بعد ما ننشأ الفاليوم نحن محتاجين نروح للشر دي الفاليوم تبعنا نعمل click نختار الفولدر اللي ممكن نشيره يعني نحن ممكن نستعمل share بفولدر بس نحن ما نحتاجش نعمل ده الشي نحن بناخد المساحة دي كله وده عبارة عن البات تبعنا بنروح للسيرفسيس كمان ونتأكد بنتأكد من إيش؟ نتأكد من الخدمة اني run طبعا هي الآن حاليا enable والستاتوس تبعها running current status لو بتشوف هنا ايش مكتوب current status فهي running لو وشي عمل stop بعمل stop وده وشي عمل disable بعمل disable إذن كويس جدا ده عبارة نحن الآن انشأنا الـ nfs نروح للآيب الادرس التالي ونستعمل بالopen filer 192.168.1.9 عشان ننشأ الآيس كازي زي ما تكلمنا انه في الأول عشان نتعامل في الآيس كازي نروح نتأكد على السيرفس وننزل ونشوف خدمة الآيس كازي وهو الآيس كازي target الخدمة ايش disable فانا بعطيها enable ان الان شغلت الخدمة حفزته بس هل هي running لا هي stop فعشان اعملي running بعمل start ده في الأول وفي الثاني الآيس كازي اشيني later فانا بعمل enable وأروح بعمل الخدمة start ده أول شي اعمله الشي الثاني برجع للvolumes وبتولى عملية إنشاء new physical volume عشان الهاردات اللي متواقدة عندي وخلي بالك انا عندي اثنين هاردات ده الهارد الأول واللي مساحته 8 جيجا واللي نازل عليه نظام التشغيل ده مينفعش تتعامل معاه مش من المنطق او من التكنيكل انه انت تتعامل معاه لكن عندي هارد اسك تاني بمساحة 40 جيجا وهذا free فده اللي بتعامل معاه فنعمل نختار select على الهارد الثاني احنا كده بقينا اخترنا الهارد رقم كم؟ رقم اثنين نحدد النوع تابعه فمن الطبيعي بيكون primary لانه ما تقاوز الاربعة عندك extended او physical volume او red فانا بقوله physical volume فالمساحة كله باخدها فقوله create مساحة تم اقتطاعة بالكامل زي ما تشوف عندك نروح الاد فوليوم نحن الان محتاجين نcreate physical volume نعمل create نشوف البرتيشن عنده فهو مقصوم اوكي نشوف البرتيشن عنده بنختار بنعمل create نشوف بس اش اللي صار طيب نروح لعند الاسكازي target لو بتلاحظ هنا طلع لي target مباشرة فانا اللي محتاج اعمل نحن زي ما اتفقنا عندك الـ iqn فهو بدأ في سنة فهو كاتب 2006 لانه النظام في الينكس هنا مخبوط يعني مش متضبط هنا فهو عندنا هنا سنة 2006 شدة تمام فكان انه لازم نضبط للتاريخ في الاول وهنا كاتب لي الدومين في المعكوس openfiler.com ما بعد الopenfiler ده ممكن انت تلعب فيه ده عبارة عن اسم السيرفر وانت ممكن تلعب فيه فممكن نحن على سبيل المثال نسميه i-scazy ونعمل add وهو طلع هنا عندنا ونعمل update اوكي فنروح للان مابينج ما فيش لان مابينج عشان في الاول لازم ننشئ فوليوم ونحنا مش منشئين الفوليوم ونحنا مش منشئين الفوليوم ونعمل 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 فنعطيه مثلا على سبيل المثال تخليح نقول 40 جيجا اوكي اوكي نروح لقائمة volume نعمل create new physical volume ده الهرد الثالث اللي أنا قمت بإضافته فنختار الهرد ونعمل create عشان ناخذ المساحة كله فنحنا واخدين مساحة 40 جيجا بايت عشان نستفيد من المساحة الكلية أخدنا المساحة زي ما تشوف عندك تم اقتطاع المساحة بشكل كامل فنروح لعند add volume فهنا يبقى لازم ننشأ volume group وهذا الشي مهم جدا فنحنا ممكن نسميه i-scasi على سبيل المثال هنا مسموح نعمل underscore i-scasi-underscore VDI ونختار الpartition أو الفيسك الpartition اللي تم إنشاؤه ونعمل add volume group تم إنشاؤه لو بتلاحظ هنا لو أنا محتاج إن أنا أنشئ new volume فنحن نروح لعند i-scasi target لو بتلاحظ التارجت موجود عندنا الآن بس محتاج إن نعمل delete للتارجت ده عشان نختار تارجت جديد فنمسح ونعمل نقطين فوق بعض i-scasi وadd نروح لlan mapping ما فيش لن mapping يبدو إنه متعرفش على volume فنختار نعمل change نروح إلى هنا وبنحط الاسم i-scasi harddesk نختار كل المساحة هنا في موضوع i-scasi بنعمل block i-scasi favorite channel create ما بنعملش xfs لأنه هنا كان موضوع عنا sharing لكن هنا الموضوع مش sharing تبعنا تم اعتماده الآن مقرد مروه لعند i-scasi لعند اللن لو بتلاحظ طلعت المساحة فنحن نعمل map على المساحة دي هنا انت ممكن تختار read or write فهنا بنعمل write فقط تمام ممكن تعمل write block ممكن تعمل read only فنعمل map في لن حتى نحصل على partition بشكل كامل network access list و deny نحن بنحطه بنقوله allow يعني مسموح انه نوصل نعمل update حتى يعمل تحديد للpolicy صار allow زي ما تشوف عندك يعني نروح على الشاب authentication هنا في حالة أنا كانت بستعمل secure authentication أو secure connection ما بين زين سيرفر وما بين i-scasi storage server طبعاً نحن الآن مهم نحن ال target نحن محتاجين ناخد ال target نحن الآن عندنا i-scasi إضافة إلى عندنا NFS storage أو sun storage فنروح مباشرة لزيان server نعمل select ونروح عن تبويب storage نحن بنقله new storage repository في الأول بنضيف NFS وفي المرة الثانية بنضيف i-scasi ونشوف نعمل next هنا بيحدد الاسم الخاص بال NFS فالاسم كويس نخلي الاسم نفسه default اللي عبارة عن network file system virtual disk storage نعمل next هنا بيحط ال share name كshare name أنا ممكن حط هنا رقم l-ib 192.168.1.8 نرجع بس نتأكد إنه l-ib صحيح نروح عند sharing بناخد الباد ده ده المسار الخاص بالshare folder ده أو بالpartition ده فنحن لو عملنا كده على سبيل المثال إنشأنا الفولدر وليكن مثلا NFS create وننقر عليه ونقل له make share ونخلي share هنا public update الآن نحن عملنا share ونرجع للshare مرة تانية وناخد المسار ده ناخده copy ونروح على زين server نعمل slash و paste حتى يتأكد طب ما فيش أي تحسس نحن نعمل كده عشان فيه غلط في البات ينقص نقطتين كان طيب يعني كده نقطتين فوق بعض كويس الآن نعمل scan وهو الآن بيروح للمسار وبيتأكد ما فيش يقول لي share على هذا الشي إذن أنا غلطان في ال-IP فهو مش 8 قد يكون 9 فنعمل scan كمان مش 9 فنتأكد 1926819 نشوف المسار نطلع أول شي ونتأكد هنا نشوف ال-IP الصحيح ال-IP الصحيح 8 ونرقع ونشوف المسار نأخذ copy ونتأكد إن السيرفيس هل هي شغال أو لا NFS طبعا running الخدمة شغالة كل الإجراءات تبدو سليمة نعمل الفيبر channel enable ونعمل start للسيرفيس هنا كمان ونرجع لل-share ونتأكد أوكي السبب الوصول إنه ما عملناش permission هنا فنحن نختار read write على سبيل المثال في وضعية ال-NFS نعمل read write في وضعية ال-HTB إذا وصلتوا عن طريق ال-web read write وعن طريق ال-FTP ممكن read write تمام ونعمل update ونرجع مرة ثانية ونغير ال-Ib بدن 9 إلى 8 ونعمل scan تعرف كان السبب المشكلة permission ونضغط finish الآن قام بإنشاء ntfs virtual disk storage متواقد على ال-network وده عبارة عن local storage الخاص في بي نحن الآن محتاجين إنشاء ISCASY ومحتاجين ناخد التارget الخاص بال-ISCASY ده يعني IQN ناخد عنوان copy ونطلع على الزيان server ونقول له software ISCASY نعمل next ونطلع general name ISCASY virtual disk storage repository فهذا بتلاحظ هنا كتب لك target host هو عبارة عن ال-Ib address 192.168.1.9 نعمل عملية discovery فهو بيطلع لي مباشرة ال-IQN في حالة وجود أكتر من IQN عندي over network أو على الشبكة فبيطلع لي أكتر من IQN ومن IQN أنا ممكن اختار اللن اللي أنا عملت له يعني اللي قسمتها عفوا في غلط في ال-Ib واضح جدا بس بيوقف و الآن بيعطي إرار عشان ما فيش دوت ما بين ال-Ib ال-Ib 168 فالغلط هنا نعطيه دوت نعمل scan again فواجد ال-IQN فبما أنه عندي قد يكون عندي أكتر من لن تمام وقد يكون عندي أكتر من IQN في حالة وجود أكتر من IQN فأنا بختاره من list دي وأكتر من لن ممكن أختاره من list دي فهولان بيتبع اللن اللي موجود في IQN ده فوقله discover لن في حالة قدنا وجود أكتر من لن فنم ممكن أختاره من القائمة فبعمل finish فبيعمل الآن storage repository فهنا بيسألنا أننا يعمل formatting على partition ده أو على storage ده فبعطي yes فبلا بيتلاحظ create storage repository و طبعا أنا بستفيد من مسألة أنه أعمل أكتر من تخزين على الشبكي ومعتمدش على local عشان أتبع اللي هو استفيد من خاصية زيان motion إنه لو حصل freer على السيرفر أو زيان سيرفر الأول فهو يعمل لي move أو نقل لكل virtual machine إلى السيرفر الثاني فطلع لو بطلع أحد عندي eyes كذي virtual disk storage عندك NFS virtual disk storage وعندك local storage أنت ممكن هنا تحدد منه default ممكن ده وممكن ده تحدد default تعمل set default وممكن كمان تحدد ده تعمله set default تمام عندي مجموعة من الخيارات هنا عندي set default وتكلمنا عليه أنه عبارة عن مساحة تخزين الافتراضية لما بيقول set default المقصود فيه أنه إنت في زيان سيرفر ده هنعمل نيفرج المسين على سبيل المثال وبنختار مثلا windows xp windows xp نعمل مثلا next next على سبيل المثال فلو فتحت هنا أنا طبعا عدو متحسس فمجرد ما بعمل restart وبرقع تالي مرة بيشتغل معي فمجرد نرقع بس على storage فده بتلاحظ هو عبارة عن default value آي سكازي فيرجو الدسك storage ليش عشان هو موجود هنا إذن هو أخذ القيمة default اللي أنا عملت الست من هنا تمام انت ممكن بعين تعمل properties وتغير اللي تحب انت يعني نعمل cancel cancel لو رحت من هنا نقرت أنا عندي كمان didatch وعندي كمان properties the local storage وهذا عبارة عن nfs نحن نرجع لزي انتبعنا على سبيل المثال أنا بعمل right click الآن وبقول didatch يعني يسوي لي عملية فك أو عملية فصل لل ice كازي يقول yes وهو سوى عملية ايش فك وفصل كمان نعمل عملية didatch للفرج والدسك storage nfs خلي بالك أنا عملتهم didatch ما عملت لهم مش forget ايش الفرق ما بين didatch و forget الآن لو رحت عملت right click هنا طلع لي خيار اسمه forget بس في الأول كان مش موجود وطلع لي هنا خيار اسمه forget هنا reattach شوف وهنا كمان كاتب لي reattach reattach انه بيعتمد لي على نفس configuration وانا بقدر ارجعه يعني بيسوي له عملية فصل مؤقتة أنا متى بستعمل ده أنا ممكن دين الستوريج مش محتاج تعامل معاها في الوقت الحالي فبعمل لدي detitch ولما محتاج ارجعها بعمل right click بقول اللوري attach تمام فبحط الhost 192.168.1.9 نعمل discover iqn نعمل discover lern فلما بيصلح عمليات الاستعارة بيصلح بنفس البيانات الموجودة مسبقا شفت الفكرة كيف يعني ما بحتاج انه يعمل من قديد نقول no نعمل finish لكن لو عمل forget فانا لما بعمل مرة تانية استعارة لها شف يقول do you want to reattach storage طعم في الاول كان بيطلع لي بيقول انه بعمل لك أنا formatting فضب طلحت كاتب لي plugin bbd forzean server تمام شف عملي reattach بس أنا الآن بعمل forget هنا وقول yes forget لما بستعير new storage repository من قديد فهو بيطلع لي خيار انه كانت متعرفش عليها اذا بتلاحظ هنا create new ولا reattach اذا بتلاحظ خيار new هنا موجود لانه عمل forget بس لو عمل تلو reattach ده بيكون الخيار موجود كمان نشوف في الاستعارة من جديد hostname 192.168.1.8 نقطتين فوق بعض ونروح ناخد المسار من الweb interface من هنا نروح على share وناخد البادة نعمل copy ونطلع على الزيان نعمل نعمل scan عشان بس ارويك الفرق اكتر فبعمل finish الآن ظهر عندنا صح انا الآن بعمل load ditch يعني بفصل من عندي لما بقي مرة ثانية عند storage بعمل new وبختار nfs فرجو الhard disk بعمل next وبحط ال ip نفسه 192.168.1.8 نقطة بحفز لهم عمل next شفت اللي صار ايش رح اضافه مباشرة شفت الفكرة هذا الفرق ما بين الري attach وما بين ال new طبعا هنا انت ممكن تعمل custom field وممكن تعمل edit على general setting هدي كانت انه كيف تتعامل مع network storage وكيف تتعامل مع local storage فانت ممكن تحدد default value اللي انت تحب الى هنا كان معكم اخوكم ولا عصا مشكركم على حسن الاستماع وطيب الله وقاتكم شكرا جزيلا